مؤتمر صحفي عقد على خلفية أعمال مؤتمر السيابة الإنسانية بجنيف أكد رئيس الوزراء أن أموال المساعدات الإنسانية ستخفف من آلام الناس نحن نصر على أن هذه الأموال يجب أن تذهب للفقراء والمحتاجين والذين تضروا من الحرب وطبعاً أنتم تعرفون هذه الأموال ستجمع عبر منظمات الممتحدة وسوف تديرها وتشرف عليها الممتحدة وفق معايير تم الاتفاق عليها رئيس الوزراء دعى المنظمات الإنسانية الدولية لزيارة المناطق المحررة وتعهد بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الأمنية اللازمة للوصول إلى كافة المناطق المتضررة نحن نستقبل والمناطق المحررة تستقبل جميع المنظمات الدولية فيما ترتفع الأصوات المحذرة من تداعيات تحرير ميناء الحديدة ومخاطر ذلك يأتي رد رئيس الوزراء بأن ميناء الحديدة أصبح له استخدامات عسكرية وأن كافة موانئ الجمهورية اليمنية جاهزة لاستقبال الإغاثة الإنسانية نحن قلنا للأمم المتحدة هذا الميناء تهرب منه الأسلحة والذخائر هذا الميناء يؤدي استمراره على النحو هذا إلى إطالة أمد الحرب إذا أنتم قادرين تجيروا هذا الميناء تفضلوا تحملوا مسؤوليته عما أن يستمر هذا الميناء يستقبل السلاح والذخائر وذلك أمر غير ممكن استراتيجية الشرعية في إدارة البلاد بدءا من السياسة المالية وإدارة شؤون السكان في المناطق المحررة والصعوبات التي تواجهها ونجحنا في إدارة أمور السياسة النقدية في البلاد أكثر من عامين من الحرب واليمنيون على حفة الموت جوعا ولا يزال سؤال الحرب هو الحاضر في مخيلة اليمن وإن جاء هذه المرة من هرم الشرعية لتنقله للعالم المال أيضا من المناطق التي يسيطر عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر